موسيقى لا يمكن القنون الباطسين أن يسد الفراغ التشريع بأي وجه من الأوجه برش أسباب منطقية وقانونية أولاً الفلسفة العامة قانون 94 هي هيك الاستشارية جاءت في إطار اللامح ورية الترابية دونك الأسهل معتمد لسوبريري يعني شيك متاعه الوالي دونك امتداد للسلطة المركزية على نقيل ذلك المجالس اللي انتخبناه في دور رول هي جماعات محلية منتخبة في إطار النجم ونسباه في إطار تنظيم اللامركز ما عنده حتى علاقة بمجالس 94 للصلاحيات للتركيبة للطبيعة القانونية قانون 94 هو قانون عادي في حين أنه قانون المجالس اللي يقطع المجالس المحلي اللي يكون حسب دستور 2020 قانون أساسي صلاحيات ما هيش استشارية رغم المجالس 94 هي مجالس استشارية في حين من المفروض أنه المجالس المحلي اللي وقع انتخابه في الدورة الأولى حسب ما بدأ أي جماعة محلية في العالم هي مجالس تقريرية وتنفيذية الخمسة الفصول تقانون 94 ما ينجموش يتطبقوا لأنه نحكيه على جزء زوز مجالس مختلفة تماما حتى متناقضة شوية في المبادئ والفلسفة اللي يقوم عليها كل مجلس هذه قاعدة أخرى ولا تمشي آخر غير مألوفة للجماعات المحلية إنه كل جماعة محلية لحد الآن مهمتها تصعد للمجال للجماعة المحلية الأخرى باش في الأخر نكملوا ونوصلوا للغرفة الثانية للبرنامج يعني إنه الجماعات المحلية مناش ننظروا لها كهياك لو مجالس منتخبة نحبوا إنه نقويوا الصلاحيات والمهام بتاع كما كان في دستور 2014 ومجالة الجماعات المحلية لا مهمة الأساسية إلى حد اليوم منعرفوش الصلاحيات لكن المهمة الأساسية هي مهمة تصعيدية انتخابية على مستوى الصلاحيات بالضرورة باش باش تتنافس مع البلدات لعدة أسباب السبب الأول والسبب الجغرافي المجالس المحلية تغطي 279 معتمدية والمجالس البلدية 350 بلدية دونك صحيح المجال الجغرافي موش متطابق لكنه يكيد يكون متطابق سيلا الديمانسيون لوكال واللي يتحكيها رغم لي معناش اليوم نص قانوني اللي يتحكيها أن المجالس المحلية ستكون مهمتها تنموية في حين أن المسألة التنموية هي من صلب اختصاصات المجالس البلدية وذلك موجود في مجال الجماعات المحلية أصلا فصل ميتين اللي يعرف البلديات يقول لك أن البلديات تسعى إلى تنمية المنطقة اقتصاديين واجتماعيين دونك هو سيبا أنوكسيرير معنى هم مقومة من مقومات تعريف للبلدية الخطر أنه بشكون فما تزاحم في المشروعيات زوز ما جالس منتخبة في منطقة ترابية صغيرة ما تحتملش هكذا تزاحم في المشروعيات دونك شوني عنا دو كونسي إلو في رقعة جغرافية صغيرة معتمدية وبلدية اللي العديد من البلديات هي نفسها معتمدية على المستوى الجغرافي ما نعرفوش عليش وهذا احدى المشاكل كبرى منذ الدخول في حالة الاستثناء وهنا نعلقه على النصوص القانونية بصفة لاحقة لصدورها خاصة المرسيم وهي عن بارادوكس ومنطور ما فاماش نص قانوني يحدد الصلاحيات ومنطور نقينا 7205 مترشح هذين مفسرون ممكن بحاجة الحاجة لول انه ليزي حاولت انه تسد الفراغ التشريعي بطريقة خاطئة ونفكروا انه الاسبوت بيبليسيتيري عمد بلوزير اسبوت بيبليسيتير تحكي على ما اعتبرته هي اختصاصات المجالس المحلية واللي استمددت واستأنصت بقانون 94 اللي كيما قلنا ما ينجمش في اي حالة من الاحوان وقالته بعض ليزي انه هي مجرد محاولة اللي ترشحوا هما ترشحوا سيغلاباز متاع الاسبوت بيبليسيتيري اللي قدمتهم ليزي والاسبوت بيبليسيتير خاطرين عليش خاطرين بمعنى انه هي الاسبوت يحكيوا على المجال التنمويه وشوفنا حتى اخذيوا بعض استشارات المواطنين المتساكني في المعتمدية المجلس المحلي بشي قرر شو ما المشاريع التنموية هل بشي بني كوليج ولا بشي بني اسبيطار ولا بشي بني دار ثقافة ولا غيره هذا اولا ماش نص القانوني وحتى كان مش يصدر نص القانوني لما نتصورش انه المجالس المحلي عندها قدرة على تنفيذ علاش لانه المجالس المحلي الى اليوم هي مجالس بش تكون منتخبة فيها شق معين ومعنديش ادارة تنفيذية وهذا الخطير على عكس مثلا البلدية وعلى عكس المبادل اللي تقوم عليها كل جماعة محلية من المفروض انه مجلس منتخب المقاوم الاول و ادارة تنفيذية علاش بش تنفذ القرارات اللي بش يتخذ سوف كن بش انطيحوا في مجالس محلية تتخذ قرارات لها سلطة اخذ القرار دون ان تكون لها سلطة تنفيذة وهذا يخلي هناك نوع من الايهام والمغالطة للمترشحين ولا المتساكنين انه المجالس المحلي بش تغير الواقع متاحه من المعيشة على مستوى التنمية وهذا موش صحيح موسيقى هي طابق اول بش تتلوها زوز طوابع اخرى الجيهات والاقليم نفس المنطق ينتبق عليها انه ما عندهش اختصاصات مواضحة صحيح الجيهات والاقليم بصفة اقل الغموض لانه هناك مجالة الجماعات المحلية يمكن الاستئناس به على الرغم انه مجالة الجماعات المحلية هي مربوطة عضويا بالدستور 2014 وبنظرة كاملة للجماعات المحلية اللي هي متناقضة ومختلفة تماما مع نظر الجماعات المحلية في الدستور 2020 نتصور انه مقالها الطبيعي هو اما التنقيحها بشكل جذري او او الغاءها وتعويثها ب نصوص اخر لانه هي خزان المجلس المحلية والجيهات والاقليم هي خزان انتخابي لاضفاء مشروعية على الغرفة الثانية التي سيتم تشكيلها بطريقة انتخابات غير مباشرة لكن ما عندهش سلطة اخذ القرار وخاصة تنفيذ القرارات اللي سيتم اتخاذها هذا يضرب مقوم مشترك في كل الجماعات المحلية في العالم وفي النظرية العامة لجماعات المحلية اللي هي هيكل تداولية تقريرية لكنها هيكل تنفيذية في اطار وحدة الدولة هو المرسوم عدد عشر جايب برشة قواعد انتخابية ماش مألوفة من بينها حكاية التناوب هذي كل تثأشر طبعا ليسالا يصل اكثر من مشروع انه اذا عندك مجالس وخاصة معناها الطابق اللي بلو فراجيل هو الجهيات لانه القراروين تنطبق حكاية الثلاثة شهور في رئاسة المجلس المحل كل ثلاثة شهور والاعضاء هما نفسهم يدوروا وخاصة في عضوية ورئاسة المجلس الجهوي اعضاء ورئيس المجلس الجهوي يطلعوا من المجلس المحلية كل ثلاثة شهور كل ثلاثة شهور كل ثلاثة شهور الحق من عرش كيف ينجموا ويخدموا ويعملوا في ثلاثة شهور المبدأ هو التناوب على عملية اخذ القرار مبدأ جيد في العموم لكن التطبيق متاعه القرارة الدورة طبعا معناه هو فهم مغلوط للتناوب على ممارسة السلطة ترجمة نانسي قنقر